عادة ما تحيط حيوانات أليفة بالتونسية هدى بوشهدة البلغ من العمر 42 عاماً والتي تكرس حياتها لرعاية القطط والكلاب المصابة والتي تجمعها من الشوارع لتعيش معها في منزل مستأجر حولته إلى ملجأ للحيوانات كالقطط والكلاب التي تعتني بها قبل أكثر من عشر سنوات بدأت هدى في إنقاذ الحيوانات وهي الآن ترعى ما يزيد على أربعمائة قط واثنين وعشرين كلباً وتحاول أن توفر لهم الطعام والدفء والمياه النظيفة بواسطة المساعدات المقدمة حيث إنها لا تعمل حالياً طوى عندي أربعمائة قط واثنين وعشرين كلب هني نحاول بش نوفر لهم اللي ما توفر لهم مش في الشارع الأمان الميكلة الدفاء شريبة مينظيفة يعني ميكلة يفطر ويتعشي ورغم الظروف صعيبة حمد لله أولاد الحلال ما يخليه واش معنى أنا ما نخدمش نخدم فيهم هما الناس تعاون معنى حمد لله يا ربي وحول سبب تخصيصها مأوال الحيوانات وتكريس حياتها لرعايتها والاعتناء بها أشارت هدى أنها وفرت لها هذا الملجأ لأن الشارع لا يرحمها على حد تعبيرها ووجودها في شارع يعرض تلك الحيوانات للكثير من الخطر والأذى أنا موفرت لهم الملجأ هذية على خطر الشارع ما رحمهمش لا لعبات رحمهم لا الشارع رحمهم يعني حتى هما موجودين في الشارع قاعدين يتعرضوا برشة خطر برشة هذية الكل كتجي تشوف تلقاه ملعبات وعلى الرغم من عدم عملها بوظيفة تحصل منها على دخل ثابت توضح هدى بوشهدة إنها تكرس كل مواردها لحيواناتها الأليفة وتتلقى بعض الدعم من جمعيات وأفراد وأصحاب المنزل التي حولته إلى مأوى للحيوانات يمكننا على أول ما بديت دور طلعهم غريبة صرتولي أنا ضيعت رسميلي وخدمتي وكل وما أصلا عايلتي تنمرت علي يعني فهمتني فكالي عرفت صديت وضنايا معاش ناس ما تنمر فما تقوى شوي على المنصة التواصل الاجتماعي فما عبيت تدخل يعني تعمل ديكمانتير يعني سلبية وكذا كل ذوكم مرضى ما نحسبهم مش معناها ساعتي يقلقوني مثلا هكيا كل شي أما طفيتهم ما نحسبهم مش وتوضح هدى أنها تعرضت لانتقادات وتنمر من أفراد عائلتها والغرباء سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكنها تؤكد عدم اكتراثها بكل ذلك ورفضها التخلي عن حيواناتها وتتمنى هدى بوشهدة لو كان بوصعها إنقاذ كل الحيوانات التي تعاني في تونس